السلام عليكم يا ابطال ما اقترى بموعد مصر اولمبيا 2020 والتي ستبدأ في 17 من شهر دجنبر يعمل كل الابطال المتأهلين بكل قواهم وتركيزهم لكي يصلوا لافضل بنية جسدية تجعلهم ينافسون على اول المراتب في هذا المقطع سنعرض عليكم تحضيرات البطل الروماني الصاعد بقوة اندريديو والذي يتدرب على يد صانع الابطال هاني رامبورد الغني عن التاريف سنطلعكم على برنامج اكتافه والذي لا يشبه البرامج التي رؤيتها من قبل يا بطل وسنريكم ايضا كيف هو شكل الوحش اندريديو الان لكي يتأخذوا فكرة عن الشكل الذي سيحضر به يوم البطولة ان شاء الله على بركة الله البرنامج الذي اعتمده هاني رامبورد في حصة الاكتاف مع شبله اندريديو تستهدف مختلف زوايا الاكتاف ادرك زهاني رامبورد كعدته في هذا البرنامج على تقنية عصر العضلة مما يسمح لتدفق اكبر كمية من الدم داخل عضلة الاكتاف لكي لا نطيل عليك يا بطل دعنا نمر للتمارين مباشرة اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة موسيقى 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 I've been through some injuries Mentally and physically Studied them religiously So I don't repeat history And people won't admit to me They don't want a victory Bad enough to get a C They'd rather just go leave it Be and all this journey I've been on since 13 Working hard and learning Never stop and searching Yeah it's burning All this passion hurts me I took action working Riding down these words No I'm not okay I just wanna be something I don't wanna be nothing Living all alone No I'm not alright I'm just barely getting كان هذا هو برنامج الأكتاف الذي قام به الوحش أندري ديو مع ربقري هاني رامبورد وهم بذلك يحضرني لمفاجأة قوية في ميستر أولمبيا ستجعل أندري ديو يسجل اسمه كأحد أقوى لاعبي المنز فيزيك في العالم ولا ننسى حبيبنا الجزائري البطل يوسف آنفانفا الذي بدوره سيشارك في ميستر أولمبيا 2020 ونتمنى له أن يحقق مراتبا متقدمة ولملاه المرتبة الأولى إن شاء الله وإلى اللقاء في مقطع آخر يا أبطال ولا تنسونا من صالح دوائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة